جهاز المناعة يا جماعة بيحتفظ بتسجيل لكل مايكروب هزمه يعني عنده فايل كده جوه أجسامنا مش فايل الحقيقة هي مليارات الفايلز يعني أنا مش ببالغ كل مايكروب دخل جسمنا سواء أصبنا بحالة مرضية وبان علينا أو لم يصبنا على فكرة إحنا يا ما بنتعرض لحاجات بس ما بتظهرش لأن المناعة بتخلص عليها من بدري بدري زي ما بيقولوا من بره بره خلاص المناعة بقى بتحتفظ بشفرة أو بتسجيل لكل مايكروب هزمته علشان كده بيتعرف جهاز المناعة على المايكروب ده ويدمره بسرعة إذا دخل الجسم مرة جديدة يعني لو دخل بقى مرة تانية آه إحنا عارفينك عارفين مواصفاتك وعارفين بتعمل إيه وعارفين بتتحالع الجسم إزاي تاك 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 يتعاملوا معه على طول من خلال الشفرة المحفوظة دي أو الذاكرة الدفاعية دي وبناء عليه فجهاز المناعة عنده القدرة على التعرف زي ما قلنا على ملايين ملايين الشفرات القتالية يعني نقدر نقول بكل بساطة إن الذاكرة الدفاعية لجهاز المناعة في جسم الإنسان أقوى من أي بنك معلومات عرفته البشرية